أستاذ كمان علام رئيس اتحاد الكرة المصري العلاقة معها عاملة ازاي والتواصل بينكم عاملة ازاي التواصل جيد ام لا التواصل جيد جدا هو رئيس الاتحاد المصري للكرة القدم والطبيعي لازم نكون علاقتنا كئاسة جدا جدا على قدر كبير من الاحترافية هل هو فقط من يتحدث معك ولا يتحدث معك ايضا رئيس ربط الاندية انا عملي في الاتحاد فطبعا اسهل اني اتكلم مع رئيس جمال وطبعا مع كابتن وليد العطار اكتر من الكلام مع كابتن دياب بس طبعا العلاقة كويسة جدا بعلاقة قائمة على الاحترام وطبعا العلاقة ديت مع كل الزمال او الزملاء اللي شغالين في الكرة المصرية طبعا من الاتحاد الفرق وطبعا وكلنا بنحاول ان احنا نتكاتف علشان نتطور الكرة المصرية علشان طبعا يبقى فيه مشاهدين اكتر يبقى فيه رعاية اكتر لان كل ده يعني نجاح لنا كلنا ونجاح للكرة المصرية ناخد السورة اللي بعد كده كابتن عصام عبد الفتاح هو اصلا كان رئيس لجنة الحكام الاصبق ايضا فمستحال حصل بينكم اي تواصل من اي شكل او بالاشكال ايوه اتعرفت على كابتن عصام في المانيا في كاس العالم 2006 لما كنت حكم من مصر وانا كنت محاضر للفيفا في المانيا كنت رايح مع الفيفا كمحاضر للحكام ولما وصلت هنا اول مقابلة ما بيننا كان في كورس الفيفا ودلوقتي في شهر تمانية كان في كورس وكان في محاضرات لما كابتن عصام وصل للكورس ده للمحاضرات ديت وكان محاضر وكان في تواصل ما بيننا خلال الكورس دوت او المحاضرات ديت السورة اللي بعد كده كابتن جهاد جريشا واحد من حكام الكبار في مصر والمبادة كاس العالم قال ان هو تواصل معاك ان حادل افريقيا لكورة القدم في لجنة الحق هل ساعدتو؟ هل... هل فكتن جريشا؟ المساعدة وانا موجود في مكاني ده انا مقدرش ان انا ان ارشا حد او ساعد حد ان هو يدخل في مكان في مكان زي ده فبالنسبالي يعني المفروض ان المصادر تيجي من البردوف داركترز او القمناء صندوق الامناء بتاع الكاف مش احناك كمصريين او مش احناك كالاجنة حكام اللي بنحط الاسامي علشان تطلع فوق لا دي ان الاسامي ان هي تطلع للاتحاد الافريقي لازم يكون من الاتحاد المصري هما اللي يطلعوا الاسامي للاتحاد الافريقي طيب واحدة من الحاجات المهمة جدا بعد هزي السور